وللحديث أكثر عن الخيارات الإسرائيلية للرد على الضربة الإيرانية ينضم إلينا من لندن الكاتب والبحث في الشأن الإيراني وجدان عبد الرحمن أهلا بك دائما معنا أستاذ وجدان أهلا بك إلى هذه الساعة الأخبارية يعني في سياق ما نسمعه من تصريحات من كلا الطرفين وطبعا موفقا لهيئة البث الإسرائيلية إسرائيل قررت الرد بشكل حاسم وواضح ولكن دون التسبب بحرب شاملة ماذا يفهم من هذا الكلام خاصة وأنها متفقة بشكل أو بآخر مع الولايات المتحدة الأمريكية على طبيعة هذا الرد تحياتي لك أستاذ جزيل والمتابعيكم الكرام صحيح أن إسرائيل استطاعت أن تبشي الهجمات الإيرانية وأن لم تكن هذه الهجمات كما كانت تتخوف منها إسرائيل أو الشعب الإسرائيلي لكن إيران ولأول مرة منذ بداية التوراة وحتى الآن وبصراحة مع إسرائيل تستهدف الأراضي الإسرائيلية بشكل مباشر وهذا ما يستدعي إسرائيل أعتقد أنها سيكون لها رد مباشر على الداخل الإيراني لكن بتصور أن هذه الأهداف التي سيتمظر بها قد ستكون في المناطق العسكرية الواقعة في الجبال لكي لا تؤدي إلى أضرار بشرية وحتى لا تؤدي إلى أضرار في العسكرين الإيراني وإنما تضرب وقد يكون تضرب مقازن الصواريخ فقط وهذا فقط إسرائيل تريد تقول بأننا ردينا على هذا الموضوع كما أن هناك اليمين المتطرف يضقط بشكل كبير على حكومة نتانياهو لذلك هذا القرار قد يكون وارد جدا أن تستهدف إيران ولا ننسى بأنه منذ فترة طويلة يعني منذ 2009 وإسرائيل كانت دائما تهدد بضرب المنشآت النووية الإيرانية ولا تفعل ذلك أعتقد هذه المرة الأولى التي يمكن لإسرائيل أن تجرب مقاتلاتها وحتى صواريخها هل ستصل إلى الأراضي الإيرانية وأن تقوم بعمليات وتعود دون أن يتم استهدافها فهذه الأمور تجعل احتمال استهداف إسرائيل لإيران وارد جدا وهذا حتى في تعليق لي على العربية نت هذا الموضوع أيضا أنشرته إليه إلى أي مدى إيران اليوم ستأخذ هذه التهديدات الإسرائيلية على محمل الجد؟ وكيف تتوقع أن تتعامل مع الأمر؟ كما إسرائيل أخذت التهديدات الإيرانية على محمل الجد وبالفعل إيران فعلتها أعتقد أن إيران تعرف تماما بأن إسرائيل دائما عندما تقوم ببعض التهديدات أنها تنفذ تهديداتها وهذه المرة أيضا إيران ستأخذ تهديدات الإسرائيلية على محمل الجد ولذلك تصريحات القادة العسكريين الإيرانيين وأيضا مساعد وزير الخارجية علي باغريكني بأن في حال تم استهداف إيران سيكون الرد الإيراني سريعا أعتقد أن هذه الأمور تبين بأن إيران بالفعل تأخذ التهديدات الإسرائيلية على محمل الجد لكن بتصوري في حال تم هذا الاستهداف ولم تكن هناك ضحايا سيكون هناك بعض الرد الإيراني ولكن لا أعتقد أن الرد الإيراني سيكون على إسرائيل بشكل مباشر وإنما سيكون في بعض المناطق التي يوجد هناك تواجد وكلاء إيران وكلاء إسرائيل يمكن تسببهم وليس وكلاء إيران لأن عادة إيران دائما تتهم بعض الأطراف إن كان في شمال عراق أو في أماكن أخرى بأنهم وكر للإسرائيل وتنهي الأمر بذلك وأعتقد تصليحات الصينيات في هذا المجال بأن إيران لديها إمكانية السيطرة على الوضع هل نستطيع القول اليوم بعد هذا الهجوم الإيراني بهذه الكثافة وبالرغم من أن العديد اعتبره بمثابة مسرحية هل رسمت فعلا قاعدة جديدة للتشابك للمواجهة؟ هل فعلا استطعت أن تكشف منظومات الدفاع الإسرائيلي؟ أم أن هذا الكلام مبالغ به؟ لا إيران هي تعرف تماما مدى قدرة الدفاع الجوي الإسرائيلي وتفوقها أيضا حتى في الطيران واستهدافها لا ننسى أيضا حلفاها الغربيين ووجود حاملات الطيرات كل ذلك إيران تعرف تماما بأنه موضوع استهداف إسرائيل ليس من قدرات إيران أن تستطيع إيجاد الضرر لكن أعتقد أن إيران كانت مجبرة بهذا أراد لحفظ ماء الوجه فقط وهذا أعتقد ما أشار عليه وزير الخارجي الإيراني عبداللهيان باتصاله مع قوتريش لكن إيران هي أرادة فقط حفظ ماء الوجه شاهدنا أن إيران بصراحة أصبحت محل سخرية للشارع الإيراني قبل غيره نعم وزارة الخزانة الأمريكية تعهدت اليوم بمزيد من العقوبات باعتبار إيران هي مزعزعة للأمن في المنطقة بالتالي هل سيفتح موضوع الملف النووي من جديد الصواريخ الباليستية التي لتالما كانت عقدة في المباحثات مع الولايات المتحدة الأمريكية حتى أن إسرائيل لم تتوقف يوما عن استهداف إيران بالنسبة لمشاءاتها النووية أيضا في سوريا عندما يكون هناك بالنسبة لمخزن الأسلحة حيث إيران ترسل أسلحتها إلى وكلائها في سوريا ومن ثم في لبنان هل نتوقع تغيير تبديل في هذه الاستراتيجية ويعني ما المقصود من مخاوف جروسي هذه المخاوف دائما كانت قائمة لسيما بعد الاستهدافات السيبرانية وأيضا هل نتوقع اليوم عودت الولايات المتحدة الأمريكية إلى سياسة العقوبات مجددا بعد هذا التصريح من قبل الخزانة الأمريكية أعتقد يمكن الإجابة على السؤال حضرتك إلى ثلاثة محاور فيما يتعلق بموضوع الصواريخ أعتقد في المفاوضات النووية شاهدنا أنه الدول القربية أبدت بعض المرونة فيما يتعلق بموضوع الصواريخ الإيرانية لحل حلت مشكلة الملف النووي الإيراني في دورته الثامنة لكن أعتقد في حال كانت تنتظر إيران أو الولايات المتحدة العودة إلى المفاوضات برأي أن هذا الموضوع سيعقد بشكل أكبر مما كان عليه في السابق أما في خصوص التصريحات قروسي هذا وارد جدا لأن الوكالة الدولية تحافظ على موظفيها وتبعتهم لمسائل احترازية خوفا من استدافة تأخذ كل الاحتياطات الكاملة أما عن العقوبات القربية أعتقد أن الهدف منها هو إثناء إسرائيل على عدم مهاجمة إيران والاكتفاء فقط بموضوع العقوبات ونشهد أن ستكون هناك عقوبات أوروبية وعقوبات أمريكية قد يجعل إسرائيل تتراجع عن موضوع قرارها لاستهداف إيران شكرا لك لهذه المداخلة معنا من لندن الكاتب والباحث في أشأن الإيراني وجدان عبد الرحمن